استقبل رئيس عبدالفتاح السيسي الفريق أول شارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية حيث شدد سيد الرئيس على ضرورة التجاوب مع الجهود المصرية الأمريكية القطرية الرامية للتوصلي لاتفاق لوقف الحرب بقطاع غزة وبشكل فوري بما يسمح بتعزيز مسار التهديئة والاستقرار بالمنطقة وفي سياق آخر اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كل من وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعية حيث اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطاورات العمل لتعزيز فعالية منظومة التقادي وصرعة إنجاز القضايا المطروحة أمام المحاكم استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق أول شارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية والوفدة المرافقة له وذلك بحضور الفريق أول عبدالمجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالإضافة إلى السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة أشار المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية إلى أن اللقاء ركز على تطاورات الجارية في الشرق الأوسط حيث أكد السيد الرئيس أن الوضع الإقليمي الراهن يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة لبزل كافة المساعي وتكسيف الضغوط لنزع فتيل التوتر ووقف حالة التصعيد التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل محذراً في هذا الصدد من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان ومؤكداً ضرورة صون استقرار لبنان وسيادته كما شدد السيد الرئيس على ضرورة التجاوب مع الجهود المشاركة المصرية الأمريكية القطرية الرامية للتوصل لاتفاق الوقف الحرب بقطع غزة بشكل فوري وتبادل الأسرى والمحتجزين بما يسمح بتعزيز مسار التهدئة والاستقرار بالمنطقة ونوه السيد الرئيس في هذا الصياق إلى صعوبة الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق بالقطاع وما تفرضه من ضرورة وقف الحرب فوراً لإصال ما تحتاجه غزة من كميات هائلة من المساعدات الإغاثية والصحية كما أكد سيادته ضرورة تضافر الجهود الدولية نحو إطلاق مسار سياسي شامل يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل الدولتين كأساس للاستقرار الإقليمي المستدام اللقاء شهد تأكيد عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة وما تشهد العلاقات بين الدولتين من تعاون وتنصيق مستمر في مختلف المجالات وعلى رأسها المجالات الأمنية والعسكرية حيث أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية في هذا الصياق تقدير بلاده لدور مصر المحوري الدعم للاستقرار والأمن والسلام معرباً عن التطلع لمواصلة دفع العمل المشترك في مجالات التعاون العسكري إلى أفاق أوسع بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار والسلم بالشرق الأوسط كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من المستشار عدنان فانجري وزير العدل واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حيث طلع سيد الرئيس على تطورات العمل الجاري لتعزيز فعالية منظومة التقادي وصرعة إنجاز القضايا المطروحة أمام المحاكم لا سيما من خلال تفعيل الوسائل التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي بالإضافة إلى استكمال رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية بجميع المحافظات والتوسع في إنشاء وتشغيل مكاتب التوصيق والشهر العقاري وربطها بنظام موحد كما اتبع سيد الرئيس الموقف التنفيذي لعملية التطوير التقني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وربط قواعد البيانات بها مع بيانات وزارة العدل والمصالح التابعة لها ووضع قواعد وأحكام تنظيمية موحدة بشأن معاشات أعضاء الجهات والهيئات القضائية